كوادنوف سانتيك بين جامعة صفيقص المونستير تونس المنار وعدد من المؤسسات الاستشفائية الجامعية منها المستشفى العسكري بتونس المستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة المستشفى الجامعي هادي شيكر وأدرك حاليا مرحلة متقدمة تقدر بـ 80% من أهدافهم من ناحية العلمية والإنعكاسات المجتمعية للدراسة والنصائح التي يمكن أن تنبذق عنها هذا كان أكدو البحث التونسي في البيوت تكنولوجيا الدكتور أرباعي أنه أنجز المشروع الذي يساهم فيه خبراء في العلم الفيروسات وعلم الوراثة والتحليل البيانات حاليا دراسة على 34 عينة في متابعة الفيروس بينت أنه باختلاف المتحورات تختلف أعراض علما وأن المتحور دلتا هو الطاغي حاليا في تونس في مستوى الإصابات ويعد هذا المشروع واحد من ثلاثة مشاريع أنجزت على المستوى الوطني تمت فيها دراسة 134 عينة من متحورات خضعة التقطيع الجيني الكامل وأشار الدكتور أرباعي في هذا الصدد أنه لقاحات المعتمدة ضد الفيروس كورونا ساهمت فيه نقاض عدد كبير من الأرواح البشرية التي كانت ستزهق كما حصل ذلك في مناسبات سابقة عبر التاريخ ومنها الإنفنوانزة الإسبانية لسنة 1918 اللي دامت ثلاثة أو أربعة سنوات قبل أن تختفي باكتساب البشرية المناعة الجماعية ولكن ثمنها كان يباهظا وتراوح بين خمسين ومئة مليون حالة وفاة وفاة بأنه على رغم من سرعة الانتشار الكبيرة اللي يتميز بها الأوميكرون فإنه الخوف كبير الذي أبديه عدد من الأطراف منه مبالغ فيه وهو ما أكدده عديد المقالات العلمية الموثوق بها اللي تكزد بالخصوص على محدودية خطورة الأعراض اللي يفرز وأكد منصق البحث هذا أن الكوفيد ديزنوف والعوامل الوراثية المؤثرة في خطورة الإصابة أن اللقاحات المعتمدة ضد الفيروس ساهمت في إنقاذ عدد كبير مرة أخر ويتميز هذا البحث حول الكوفيد ديزنوف والعوامل الوراثية المؤثرة في خطورة الإصابة بنتائج علمية محترمة والضمن النشريتين علميتين تم إصدارهما في مجالات علمية وثالثة بصدد الأعداد بحسب منصق المشروع لأبرز أهمية التعاون بين عديد الخبراء في مختلف المؤسسات العلمية ومن جهته قال منصق مثل كوفيد بسفيقس ورئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى الجامعة هادي شيكر بسفيقس الدكتور سامي كامون أن الموج الكبير المتحاول دلتاء التي تطغى الإصابات في تونس مرت في الصائفة واصفا الوضعية الراهنة بالمستقر وهذا وثمن الدكتور كامون جهود التعاون بين المؤسسات والخبرات التونسية في مقاومة الجائحة ومعرفة خصائص المرضى التونسين مع العلم أن آخر النشريات تم البحث ذي نشره في المجلة العالمية العالمية هذا ما يكون كان فخر للتونسة في البحث العلمي هذا لليو أنجرومرسي لعلمائنا التونسة اللي أجره البحث ذي واللي هو بحث تونسي تونسي 100% بخبرات وكفاءات ومؤسسة عمومية وخاصة وجامعات عمومية تونسية هذا ما يكون كان فخر وإنجاز كبير لتونسنا العزيزة الغال كانت هذه كوادنوف سانتي بالنسبة لليو كوادنوف سانتي